دروس في فقه العبادات من المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام بن عاشر رحمه الله تعالى برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد أعفير عضو المجلس العلمي المحلي بسيد قاسم يأتيكم كل إثنين على الساعة السابعة مساء فكونوا في المور بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فحديثنا اليوم عن مستحبات التيمم وعن نواقضه قال الإمام بن عاشر رحمه الله تعالى من دوبوه تسمية وصف حميد فذكر هنا ثنين من مستحبات تيمم الأول التسمية يعني أن يقول المتيمم في أول تيمم بسم الله الثاني الوصف الحميد يعني الكيفية المحمودة التي يذكرها الفقهاء بأن يضع أصابع كفه اليسرى على ظاهر أطراف أصابعه اليمنى ويمسح إلى المرفق ثم يدير يده من باطن المرفق ويمسح إلى أطراف باطن أصابعه اليمنى ثم يمسح ليد اليسرى كذلك ومن المستحبات كذلك لكن لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى الصمت أثناء التيمم يستحب للمتيمم أن يكون صامتا أثناء التيمم إلا عن ذكر الله كذلك استقبال القبلة يستحب للمتيمم أن يكون حال التيمم مستقبلا للقبلة لأن القبلة هي أشرف الجهات بقي هنا أن ننبه على أن إزالة الخاتم أثناء التيمم واجب وكذلك تخليل الأصابع واجب لأن تخليل مبين أصابع واجب في الوضوء فوجوبه في التيمم أولى وأحرى لأن ننتقل إلى نواقض التيمم نواقض التي تبطل التيمم قال الإمام بن عشر رحمه الله تعالى ناقضه مثل الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجيد يعيد بوقت إن يكون كخائف اللص وراج قدم وزمين مناولا قد عدم إذن بيّن رحمه الله تعالى هنا أن التيمم ينتقض ويبطل بمثل مبطلات الوضوء التي تقدمت في الوضوء بل التيمم أحرى وأولى لأن الوضوء أقوى من التيمم فإذا بطل الوضوء بتلك النواقض كان التيمم أولى بالانتقاض ويزيد التيمم على الوضوء بناقض واحد وهو وجود الماء قبل الدخول في الصلاة فمن تيمم لكنه وجد الماء قبل الدخول في الصلاة انتقض تيمم بطل تيمم يجب عليه أن يترضأ للصلاة لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء هكذا جاء في الآية فلم تجدوا ماء وهذا الشخص وجد الماء فلذلك لا يجد له التيمم وبطلان التيمم بوجود الماء هذا أمر مجمع عليه أما من لم يجد الماء إلا بعد الصلاة هذا السيد تيمم وصل الله ثم وجد الماء بعد الصلاة هذا صلاته صحيحة لكن مع ذلك يعيدوا استحبابا ما دام الوقت متسئا لماذا يستحبل أن يعيد الصلاة بشيحصل على فضله استعمال الماء وهذا قد ورد في الحديث إذ خرج رجلاني جاء في الحديث أنه خرج رجلان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضرت الصلاة ولس معهما ماء ملقاوش الماء فتايا معينما معهمش الماء اللي كفيهم في الوضو وأتيمموا وصلوا ثم من بعد لقاووا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضو وأعاد كذلك الصلاة والآخر لم يعيد لم يعيد الصلاة ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذاك سيد الذي لم يعيد الصلاة أصابت السنة وأجزاءتك صلاتك ولكن قال للآخر لتوضى وأعاد الصلاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين إذن قال للنبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين هذا دليل على استحباب الإعادة والنظم هنا بيين لنا أنه لا يعيد الصلاة كل من تيمام وصل الله لا وإنما يعيد الصلاة الإنسان يعني هو المقصر في طلب الماء أو الإنسان الذي خالف ما أمروا به الشرع ولذلك قال كخائف اللصي وراجي القداما إلى آخره إذن بيين هذا الأمثلة اللي منها خائف اللص الإنسان خاف على نفسه ولكن الخوف مشي حقيقي فقط خوف وهمي ثم زال الخوف المتوهم هذا الخوف الذي كان يكتم زال بعد الصلاة هذا يعيد لأن الخوف الخوف غير حقيقي كذلك الإنسان الذي يرجو وجود الماء هذا الذي يرجو وجود الماء رأى تقدمنا في الحصص الماضية أن الذي يرجو وجود الماء قال في النظيم آه 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 آخيره آخره للراجي الذي يرجو وجود الماء هذا يتمم آخر الوقت فإذا خالف ومصبرش إلى آخر الوقت قد يعني يتمم في أول الوقت ثم وجد الماء في آخر الوقت هذا يعني يتوضأ ويعيد صلاته لماذا؟ لأنه خالف ما أمره به الشرى كذلك قال وزمين مناور قد عادم الزمين هو الإنسان المقعد الإنسان المقعد عنده شيء عاقة هذا الإنسان عنده الإعاقة الماء لا يضره ولكن لم يجد من يناوله الماء ما لقاش ليوجده الماء ليجمله المبشي توضأ هذا كان ينبغي له أن يعد الماء قبل قبل أن يخرج مثلا أهله لمعه فضل فإذا قصار ولم يعني يعد الماء لما جاء قصار تيماما واصلا بعد أن صلى جاء من يعني يناوله ويقدم له الماء هذا يتوضأ ويعيد الصلاة لماذا؟ لأن هذا تقصير منه لذلك يعيد إذا وجد الماء بعد الصلاة وكان الوقت متسعا والإعادة هنا مستحبة فقط لإعادة في هذه الصور ليست واجبة إنما هي مستحبة فإذا لم يكن الإنسان مقصرا لا يعيد ويلحق بهذه كل من قصر فيما طلب منه أو خالف ما أمره به الشرع نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب وأن يفقهنا في الدين إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين شكرا للمشاهدة